بداية أعلن الجمعة لاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن قائمة المترشحين للمكتب التنفيذي بالهيئة الأفريقية هذا ونشرت الكاف عبر موقعها الرسمي القائمة التي ضمت رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جاهيد سفيزف وسيتنافس رئيس والفاف من أجل نيل مقعد على مستوى المكتب التنفيذي للكافة رفقة لبي عبد الحكيم الشلماني للإشارة فإن منطقة شمال أفريقيا تضم مقعدين في عضوية المكتب التنفيذي للكافة علما أن أحد المقعدين يشغره التونسي وديع الجريئة وستجرى انتخابات اللجنة التنفيذية للكونفيدرالية الأفريقية في مدينة كوتونو بالبنينة يوم الثالث عشر جولي المقبل على هامش الجمعية العامة للكافة